الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة وبعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في كراءة كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل البحث في الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك أوليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قالت فقال إنما ذلك العرض يعرضون ولكن من نوقش الحساب يهلك قول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه أي تستشكله ولا تعرف وجهه إلا راجعت فيه أي ناقشت وسألت عنه حتى تعرفه ليزول ما لديها من الإشكال وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب وفي لفظ قال ليس أحد يحاسب إلا هلك في رواية من نوقش الحساب عذب قالت عائشة فاستشكلت عائشة هذا اللفظ مع أن الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولذلك راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالت يا رسول الله جعلني الله فدائك أي أنني أتلقى أي نوع من أنواع الأذى يعرض لك فأفديك بنفسي عن أن يصيبك ذلك الأذى فاستشكلت وقالت إنك قد قلت من حوسب عذب مع أن الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فهذا الصنف يحاسب ومع ذلك لا يقال عنه بأنه يهلك ولا أنه يعذب بل ينقلب إلى أهله مسرورا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ببيان أن لفظة الحساب تضلق على معنيين الأول مجرد العرض بحيث تعرض أعمالهم بدون نقاش وهؤلاء هم أهل اليمين ولذا قال إنما ذلك يعني هذه المحاسبة المذكورة في الآية مجرد عرض تعرض أعمالهم فقط وأما ما ذكرت من كوني من حوسب عذب أي من نوقش في الحساب وروجع فيه هذا الحديث فيه عدد من الفوائد الأولى مراجعة الإنسان في المسائل التي يستشكلها ليزول الإشكال عنه وفي هذا الحديث بيان أن من نوقش الحساب عذب وهلك وبيان أن اسم الحساب يطلق على معنيين أحدهما مجرد العرض والثاني النقاش في الحساب وفي هذا دلالة على أن بعض الألفاظ تطلق على معنيين متفاوتين مختلفين لكل منهما حكم يخصه ولذلك فلا يعني ورود اللفظ في محل أنه يقصد به نفس المعنى الذي يراد بذات اللفظ في موطن آخر ولهذا مثلا أمر الله قد يراد به الكوني وقد يراد به الشرعي الإرادة قد يراد بها الإرادة الكونية كما في قوله تعالى فإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون قد يراد بها الإرادة الشرعية كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ولذا فلا تقرن بين اللفظ الواحد الذي ورد في موطنين إذ قد يراد به في كل موطن معنى يغاير المعنى الذي يراد به في الموطن الثاني وفي هذا الحديث جواز تفتية الآخرين بحيث يقول جعلني الله في داءك فيها أيضاً من الفوائد مزية اشتراك أو تواصل الإنسان مع أهل العلم ليزيل ما يكون عنده من سوء فهم وعدم معرفة للمعنى الشرعي أو لإزالة الشبهات التي قد تعلق بالأذهان أثابكم الله قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوثة إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل الامرئي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضت بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن ليس فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب قوله عن أبي شريح صحابي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنه قال لعمر بن سعيد وهو من قادة الأمويين كان يبعث البعوث أي يرتب الجيوش التي سيرسلها إلى مكة لكتال ابن الزبير قال أذن لي أيها الأمير أي استأذنه في أن يبلغه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من السنة الثامنة فلما فتحها وجاء من الغد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة قال أبو شريه سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به فهو يقول أنا قد شاهدت ذلك ولا أنقل هذا الحديث بالواسطة وإنما سمعته مباشرة إنه حميد الله يعني أثنى على الله وذكر شيئاً من صفاته وأثنى عليه أي كرر المدحة مرة أخرى ثم قال إن مكة والمراد بها جميع حدود الحرم حرمها الله أي منع سفك الدم بها ومنع منها الصيد وقطع الشجر قال ولم يحرمها الناس فتحريمها حكم شرعي من عند الله جل وعلا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي تتعلق بذلك فقال فلا يحل أي لا يجوز ولا يباح لمرئ من رجل أو امرأ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء أي أن يعتدي على الآخرين بقتلهم وإزهاق نفوسهم أو إراد جرح على أبدانهم أو قطع فيما دون النفس قال ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع بها أرصانا شيء من الأشجار ولا يقوم بقطع تلك الأشجار قال فإن أحد أي إذا وجد شخص يترخص فيقول رسول الله قد قاتل أهل مكة يوم الفتح وبالتالي يقول بأنه سأقاتل في مكة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يرد عليه بأن يقال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله يعني بالقتال في يوم فتح مكة ولم يأذن لكم فإنها عادت على حرمتها الأولى قال وإنما أذن أي أجاز وأباح لي يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني في مكة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها أي رجعت أحكام حرمتها والمنع من القتال فيها كحرمتها بالأمس أي قبل غزو النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ أي ليقم من شهد هذا الحديث بتعريف تعريف الغائبين الذين لم يحضروا بذلك وقد استدل به المؤلف على أن الشاهد يبلغ العلم للغائبين في هذا الحديث من الفوائد تذكير من أراد أن يخالف الشرع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو شريح رحمه الله رضي الله عنه وفي هذا الحديث مشروعية أن يخطب الإمام أو نائبه بعد الفتح والانتصار على الأعداء وفي هذا الحديث أن نقلم ما سمعه الإنسان من الأحاديث أقوى مما ينقله بالواسطة وفي هذا الحديث مشروعية البداءة في الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه وظاهر هذا أنه لم يبسمل واكتفى بالحمد وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أن يبدأها بحمد الله وفي الرسائل والكتب أن يبدأها بالبسملة بدون حمد وفي هذا الحديث التأكيد على حرمة مكة وأن حرمتها باقية وفيه بيان أن حرمة مكة حكم شرعي جاء من عند الله عز وجل وليس مبنيا على أعراف الناس وفي هذا وفي هذا الحديث بيانه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فإنه لما قال لا يحل لمرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمى دل هذا على أن ترك سفك الدماء من الإيمان وفي هذا الحديث أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وفي هذا الحديث تحريم الاعتداء في الدماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا وفي هذا الحديث المنع من قطع الأشجار التي يراد بها الأشجار البرية أما إذا كان هناك أشجار غرسها الإنسان في بيته أو في مجرعته فهذه لا تدخل في هذا اللفظ فإنه كما في بهيمة الأنعام والحيوانات المملوكة لا حرج على الإنسان في قتل في ذبح بهيمة الأنعام التي يملكها مع منعه من الصيد فهكذا في الأشجار ما كان مغروسًا من قبل الناس فلا حرد عليهم في إزالته إنما الممنوع منه أن يزال الشجر الذي نبت بنفسه وفي هذا الحديث إثبات ورود النسخ فإن الحكم بإباحة القتال نسخ وقال طائفة بل هذا حكم مؤقت زال بزوال سببه وفي هذا الحديث أن الأقوال النبوية مقدمة على الأفعال فإذا تعرض فعل مع قول فإننا نقدم القول لاحتمالي أن يكون الفعل من الأشياء الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضا التأكيد على حرمة مكة وأن حرمتها باقية في هذا الحديث تبليغ الإنسان ما سمعه من العلم لمن كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فلي لجي النار قوله هنا لا تكذب علي أي لا تنسب إلي كلاما لم أقله من أنواع الكذب أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ أو فعل لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يحدث الإنسان بالحديث الذي يعلم أنه موضوع أو مكذوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وهكذا من الحديث التي تعد مكذوب أن يحدث الإنسان بحديث لا يعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قلت للزبير إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارق ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار قوله هنا قال عبد الله بن الزبير وهو صحابي لأبيه الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين في الجنة قال عبد الله لأبيه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه لم يكن ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعاله وأحواله كما يحدث فلان وفلان ممن كانوا يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزبير أما إني لم مفارقه بل كنت معه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي ولم يشترط أن يكون متعمدا قال فليتبو مقعده من النار أي فليتخذ لنفسه مقعدا في نار جهنم ففي هذا الحديث تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كبير وإثم من كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا وفي هذا الحديث فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه وفي هذا الحديث التوق الإنسان الأحاديث التي تُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صحة إسنادها في هذا الحديث أن الإنسان قد يمتنع من التحديث بما يعرفه خشة من الوقوع في الخطأ أو النقص حسن الله إليكم قال وعن أنس رضي الله عنه قال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار قوله هنا عن ناس قال إنه ليمنعني أي أن السبب الذي يجعلني أمتنع من أن أحدثكم الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد أي أي شخص من الرجال والنساء تعمد وقصد علي كذبا أي اختارا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ أي ليجهز وليتخذ لنفسه مقعدا من النار في هذا بيان أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر وليس فيه أن من كذب يخلد في نار جهنم وإنما أخبر أنه يعذب فيها صلى الله إليكم قال عن سلامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار قوله هنا عن سلامة هو ابن الأكوع قال من يقل علي أي من ينسب إلي كلاما وحديثا وأنا لم أقل به ولم أتلفظ به فليتبوأ أي ليتخذ لنفسه مكانا ومقعدا في نار جهنم حسن الله إليكم قال عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قوله هنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي أي لا حرج عليكم في أن تسموا أبناءكم باسمي محمد جاء في أول الإسلام النهي عن تسمية الأبناء بمحمد لأن لا يقع التباس بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أفراد الناس قال ولا تكتنوا بكنيتي وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم وذلك من أجلي أن لا يختلط بغيره وأن لا ينادى باسم أبي القاسم فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له لم نريدك وإنما أردنا غيرك قال ومن رآني أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده في المنام فقد رآه حقيقة إذا كان بنفس صفاته قال فإن الشيطان يعني إبليس ذرية وأتباعه سمي بهذا الاسم بمعنى أنه المبعد لا يتمثل لا يتصور ولا يكون على هيئتي في المنام قال ومن كذب علي أي نسب إلي ما لما قله متعمدا أي قاصدا فليتبوى مقعده من النار في هذا جواز التسمية باسم محمد في الحديث المنع من الكنية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنفس صفاته فكأنه قد رآه حقيقة وفي الحديث أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الحديث أيضا تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو متعمدا وفي الحديث أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائل الذنوب نعم حسن الله عن علي رضي الله عنه قال والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن وما في هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجها فنشرها فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن موالي فعليه العنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل قوله هنا عن علي وأمير المؤمنين خليفة الراشد رضي الله عنه قال والله أقسم من أجل تأكيد الكلام خشية من التردد فيه ولو لم يوجد من يطلب منه اليمين في ذلك قال والله الذي فلق الحبة أي أخرجها من كيسها ومن محالها وسمبلها إلى خارج ذلك وبرأ النسمة أي أحياها ما عندنا كتاب نقرأه وذلك أن بعض الناس قال أهل الكتاب عندهم أحاديث ليست عند الناس وعندهم علم اختص به فوجدت هذه المقالة في الزمان الأول ووصلت إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فكذب هذه المقالة فقال ما عندنا كتاب نقرأه أي لا يوجد عندنا كتاب نتدارس فيه ونقرأه إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن فهذا الفهم قد يتمايز الناس فيه وما في هذه الصحيفة يعني عندي حديث خاص لم يطلع عليه أحد وهو ما في صحيفة هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخرجها فنشرها أي بسطها وفتحها فإذا فيها العقل والمرد به أديات ما الواجب فيها وفكاك الأسير أي ترغيب الناس في أن يسعوا إلى فداء الأسرة وفكهم من أسر الأعداء وكان مما في ذلك الكتاب ولا يقتل مسلم بكافر وذلك لعدم المكافأة بينهما وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل فنقول في ذلك بأن ما في هذه الأمور قد وردنا في أحاديث أخرى قال وإذا فيها يعني في الصحيفة المدينة حرم أي لا يجوز قتل الصيد فيها ولا يجوز قطع الأشجار فيها وحدد حرم المدينة ما بين جبل عير أو عائر إلى جبل ثور فهذا هو حد الحرم قال فمن أحدث فيها أي أنشى أمرا جديدا حدثا أو آوى محدثا فإنه حينئذ يكون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل هذه الجملة تقال عند حصول جريمة القتل فحينئذ إما أن يقبل المساواة والمماثلة بإجراء القصاص بقتل القاتل وإما وهذا عدل واحد بواحد وإما أن يكون هناك صرف بدفع مبالغ مالية للمصالح بينهم وفداء ذلك الذي حكم عليه بالقتل قصاصا وقوله ذمة المسلمين واحدة أي أن العهد الذي يدخل فيه أحد المسلمين يشمل جميع المسلمين وهذا العهد يسعى بها أدناهم أي أقل فرد منهم فإنه يثبت به الأمان للأفراد قوله فمن أخفر مسلما أي خان العهد وتجاوز الذمة أحدث فيها حدثا أي أنشأ شيئا جديدا أو آوى محدثا أي أذن للمحدثين الذين يخالفون الشرع بأن يأووا إليه قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ما معنى العدل مماثلة الشيء بمثله مقابلة الشيء بمثله ما معنى الصرف فداية الشيء ببعض المال فالله جل وعلا لا يقبل صرفا ولا عدلا وقوله ومن تولى أي أصبح وليا يوالي ويعادي بسبب هذه الولاية قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وفي هذا تحريم تولي لإنسان موالي الآخرين كانوا في الجاهلية وفي الإسلام إذا أعتق الرجل مملوكا فإنه حينئذ يصبح بينهما ولاية لو لقدر أنه لم لو قدر أن أحدهما وجد عنده طلبوا دية فإنه يقوم الآخر بما وجب عليه أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا فهذا الحديث الذي ذكرناه فيه فوائد منها جواز القسم ابتداء ولو لم يطلب من الشخص اليمين وفي هذا أن آل البيت ليس عندهم كتاب ولا مصحف غير المصحف الذي بأيدي الناس وفي هذا الحديث أنه قد يتميز الإنسان بزيادة فهم لا توجد عند غيره في هذا الحديث مشروعية الكلام في أديات وبيان ما لكل واحد قال فأخرجها أي أخرج الصحيفة فنشرها أي فتحها وقد كانوا سابقا يطون الصحف ويربطونها قال فإذا فيها يعني في الصحيفة العقل والمراد به أديات وفيها أيضا ترغيب الناس في فكاك الأسير وفيها أن المسلم لا يكافئ الكافر وبالتالي لو قتله لم تجب عليه أو لم يجب عليه قصاص بسبب ذلك في هذا الحديث مشروعية ذكر أديات في الجراحات وأيضا ما يتعلق بتحديد أسنان الإبل في أديات التي تكون متعلقة بما دون النفس وفي هذا الحديث حرمة المدينة وتحريم الصيد وتحريم أخذ شيء مما يمنع الناس منه في مكة كعض الشجر والأخذ من القراب ونحو ذلك في هذا الحديث إجازة أمان المسلم للعدد اليسير وفي هذا تحريم نقض العهد الذي يعقده أحد المسلمين حتى يتم الوفاء له وفي هذا الحديث الحديث التأكيد على تقديم رابطة الإسلام على غيرها هذا الشيء مما يتعلق بأحكام هذا الحديث بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير أسبغ الله عليكم نعمة وأدر عليكم رزقه وبارك فيكم وفضلكم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين